مجلس النواب مجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورفض المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم تسعة وثلاثين لسنة الفين واثنين بشأن الميزانية العامة وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة ورفض قرار مجلس الشورى والتمسك برأي مجلس النواب الموافق على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى ناقشنا أهم جزئيتين يتعلقون باللجنة المالية كان الأول مشروع بقانون معني بإدراج إرادة هيئة السياحة إلى الموازنة العامة ارتأت اللجنة المالية برفض هذا المقترح لظروف الاقتصادية الحالية وترك المساحة الكافية لهذه السياحة لاستكمال المشاريع التي على أساسها استقرضت بعض السيولة من البنوك الخارجي لاستكمال هذه المشاريع والمشروع الثاني كان مشروع بقانون تعديل المادة 24 من مرسوم بقانون تسعة ثلاثين لسنة الفين واثنين بشأن الموازنة العامة وهو يقتضي بيلزم الحكومة بتقدير موازنة العامة قبل شهرين من انتهاء السنة المالية اليوم تقدمت بسؤال لوزير العمل جميل حميدان وتضمن هذا السؤال عن مفصولين في جائحة كورونا فوق عددهم 212 مفصول طبعا احنا نعفل ان في جائحة كورونا تم فصلهم تعسفيا وكننا نتمنى موزير العمل ان يحل لهم هذه المشكلة وان يكون الدعم الأول والأخير لكا وزارة هي تعمل بتوظيف هذين البحرينين لكن للأسف تم فصلهم تعسفيا ونحن نتمنى موزير العمل انه يشوفون هاي مواضيهم وان البحريني هو الأولوية انه يرجع على وظيفته